فيفو تفاجئنا وتكشر عن أنيابها مبكراً في سنة 2022 بالكشف عن V23 Pro و V23 أجهزة الشركة الرائدة لهذه السنة بأسعار منافسة مع خيار لون يتغير مع التعرض لأشعة الشمس دعونا نتعرف أكثر على نسخة البرو في هذا التقرير ثم الفرقات بينها وبين النسخة العادية هيا بنا فيفو V23 Pro من الهواتف القليلة في السوق التي تتبنى لغة تصميم تجمع بين الزوايا الحادة نوعاً ما والألوان المطفية والشبابية في نفس الناس هيكل الظهر يدمج بين الزجاج والمعدن لبنية متينة وعصرية بحواف منحنية من كل الجوانب في حالة لم تكن من عشاق هذا النوع من التصميم يمكن التوجه لفيفو V23 العادي القادم بنفس التصميم لكن مع جوانب مسطحة أكثر كذلك تميز عن الهواتف الأخرى بخيار لون ذهبي قادر على تغيير لون الظهر عند تعريضه للشمس للون يتدرج من الأخضر وحتى الأزرق ويشترك مع الهواتف الأخرى بأحدة الكاميرات البالزة المألوفة في غالبية الهواتف الحديثة نجد في الهاتف ثلاث عدسات خلفية واثنتين من الأمام داخل نوتش كبير نوعاً ما في سنة 2022 كان يفضل الاكتفاء فقط بنوتش قطرة الماء أو الثقب في الشاشة كما هو الحال في جل الهواتف الصادرة مؤخراً لكن عن العموم بالمقابل قدمت الشركة فلاش LED من الجهات اليمنى واليسرة لاستغلالهم في التقاط صور سيلفي بإضاءة أكثر كما نجد كذلك مستشعر بصمة مدمجاً في الشاشة على اليمين نجد زر الطاقة وأزرار خفض ورفع الصوت وفي الأسفل نجد مدخل الشحم من نوع C مع مدخل شريحة الاتصال ومخرج الصوت ويعيب الهاتف عدم وجود مدخل السماعات 3.5 مم وكذلك افتقاره لمدخل الذاكرة الخارجية أبعاد الهاتف كالتالي الطول 15.95 سنتيمتر العرض 7.33 سنتيمتر السماك 7.4 مم والوزن 171 جراماً شاشة الهاتف جيدة بشكل عام حيث نجد شاشة أموليد مقاس 6.56 أنش بدقة Full HD بلس بكثافة 398 بيكسل في كل أنش بمعدل تحديث 90 هرتز تدعم تقنية HDR10 بلس شاشة ريدة مناسبة لمشاهدة الفيديوهات والأفلام بوضوح مع لعب ألعاب دون تقطعات ولو أننا كنا نتمنى رفع معدل التحديث حتى 120 هرتز لتكون تجربة الألعاب أكثر سلاسة يعمل الهاتف بنظام أندرويد 12 الأحدث مع واجهة Funtouch 12 الخاصة بفيفو يعمل السوفتوير بسلاسة بمساعدة العتاد المكون من Diamond City 122 5G بتردد يصل حتى 3.0 جيجاهرتز مرفق بمعالج رسوميات مالي جي 77 MC9 بجانب ساعة رام 8.12 جيجابايت وذكر التخزين 128 و 256 جيجابايت أرقام العتاد جيدة بشكل عام وتعيد المستقلمة بأداء منافس للهواتف الرائدة القوية في الساحة وحدة الكاميرات الخلفية تترأسها العدسة الأوسط بدقة 108 ميجابيكسل بفتحة عدسة 1.9 ننتظر منها قوة في التفاصيل والألوان الواقعية في الصور بينما العدسة الثانية بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة 2.2 للتقاط الصور الواسعة أما الثالثة فهي 2 ميجابيكسل بفتحة 2.4 مخصصة لصور الماكرو كذلك الكاميرا الخلفية قادرة على التقاط فيديو بجودة 4K بسرعة 30 إطاراً في الثانية في حين أن الكاميرا الأمامية الرئيسية تاتي بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة 2.0 مع عدسة مساعدة لالتقاط صور سلفي واسعة بدقة 8 ميجابيكسل ياتي V23 Pro بساعة بطارية 4300 ميلي أمبير بقدرة شحن 44 وط قادرة على شحن الهاتف من 0 إلى 63% في غضون نصف ساعة فقط في الضفة الأخرى لمن يبحثون عن هاتف بمواصفات أخرى فنجد V23 العادي بشاشة 6.44 إنش ومعالج دايمند سيتي 920 5G من ميديا تيك وكاميرا خلفية رئيسية 64 ميجابيكسل وكذلك بطارية 4200 ميلي أمبير الهاتف سيكون متاحا بلون ذهبي والأسود بدون معلومات عن موعد التوافر الرسمي في الأسواق العالمية سعر نسخة البرو 520 دولارا لخيار رام 8 جيجابايت و590 دولارا لخيار رام 12 جيجابايت بينما نسخة V23 العادية خيار 8 جيجابايت بسعر 400 دولار و470 دولارا لخيار 12 جيجابايت ما رأيكم في هاتفي Vivo الجديد؟ شاركنا رأيك أسفل في مكان التعليقات أما الآن نترككم مع سعر Vivo V23 Pro نسخة رام 8 جيجابايت بمختلف الدول العربية موسيقى 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 موسيقى